الرئيس هناك لما تكلم بالذات في ألمانيا عن صندوق النقد وكانت رسالة الحقيقة لما الرئيس قال يعني ما معناه ان صندوق النقد بيفرض شروط وهي شروط غير مقبولة وقال ان الواقع الموجود في بلدنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال تلك المرحلة والحقيقة الصندوق زودها زيادة على اللزوم وكلام الرئيس جيه في النهاية يعني بعد مباحثات كتيرة جدا الصندوق عايز منين ايه؟ عايز ان احنا نرفع الدعم نهائيا عايز ان احنا نعمل مرونة في سعر الصرف يعني نسيب الدولار براحته وعايز ان الدولة تبعد عن الاقتصاد وانها تدي كله الاقتال خاص طبعا صندوق النقد المسمى بصندوق النكد الدولي دي مهمته ودي طريقته عايز قرد حفرض عليك شروطي وانا بقول لهم كفاية كفاية لانتوا هتدخلوا في ان احنا مين اللي يمسك عملية التنمية في البلد القطاع الخاص واخد فرصته تماما وانا عارف كويس او انتوا بتقصدوا ايه وتبعدوا مين وخلي بالكم يعني احنا جيشنا لما بيشارك في التنمية دي مش مهمته دي مسألة مؤقتة دولة طالعة من مرحلة صعبة انهيار كامل لما الجيش النهاردة ابني بلده ويساعد في بناء دولته ويمكن سيد فريق اول محمد زاكي قاله في لقاء مرة كنا معاك النواب وقال احنا بمجرد ما نكمل مهمتنا احنا قضيتنا الامن القومي ويهو ده الحقيقي صحيح طول عمر جيش مصري يادوا انت ابني ويادوا انت احمل السلاح لكن ما جيش انت ولا غيرك ولا غيرك يفرض شروط معينة علينا قطاع الخاص واخد دوره بشكل قوي مسألة شيل الدعم انتوا عايزين تولعوها احنا احوال الناس ما تستحملش احوال المصريين ما تستحملش انها شيل الدعم ده الناس كده بالكاد بتكوح اطراب الناس تعبانة جدا ومستحملة عشان بلدها ومستحملة عشان عندها ثقة في قيادتها ان احنا نخرج من الحالة دي وان احنا نرجع مرة تانية يبقى عندنا سعر كويس متوازن للكهربا يبقى فيه اسمدة بفلوس معقولة للفلاح لان الفلاح حالته بقت صعبة جدا يبقى فينا احساس حقيقي بان الدولة تلعب دور في الاقتصاد نبطل بيها المصانع ونعمل الحاجات دي كلها قيادة السياسية في دماغها هذا الكلام واحنا كلنا بنساعد على هذا الامر لابد لابد ان احنا شروط صندوق النقد دي تتوقف وانت وعشان احنا عندنا ازمة عالمية منعكسة علينا وزي ما كان عندنا كورونا وغير هتقولوا دراعنا يعني ارجو ان تأخذوا كلام الرئيسة فتاح سيسي ما اخذ الجد المعايير بتاعتكم اللي بتطبقوا في كل حتة مش هتطبق عليه لحنا كفاية لان الناس مش قادرة تستمر بهذا الشكل فانا تمنى بالفعل ان احنا تنتهي المسألة عند هذا الامر وكمان شفنا الرئيس لما زار سربيا بتربطنا بها علاقات تاريخية وزار منزل جوزيف تيتيو